سؤال ما هي اهمية اللغة الفطية في حياة الشاب المسيحي اهمية انه يفهم الالحانة كنالسية ويفهم قطع كثير من القداس ايضا وايضا يفهم اصله المسيحي يعني يبقى بلا هوية وبعدين بيقولوا هل اللغة القبطية هي اللاتينية لا اللغة اللاتينية هي اللغة الرومانية لكن اللغة القبطية هي السلسل من اللغة الفرعونية واحد يقول جبت من الصعيد في عمل وأتيت وأصريت على حضور عزت قد أسد شرفت وبركت والسؤال ليقولوا السؤال ما معنى الكلمة التي قيلت لشاوج الترسوس في صف الأعمال والرسل صعب عليك أن ترفض منافس لما يكون فيه جواد بيقود صفه بينخسه علشان يمشي صعب أن يرفض المناخس وإلا ينبرد في القيامة فكأن السيد المسيح يقول له صعب عليك العوامل الفكرية والنفسية اللي تسأل بك وإنت راجل دارة الشريعة وقعد ترفصها جانبا وتستمر في وضعك اليهودي ضد المسيحية ويقول نوريل أهل محفظة أسوان ينتظرونا بركة حضورك إلينا إن شاء الله لما تكمل كنيسة الملاك في أسوان أبقى أروح هناك للتجن بزورة أسوان سؤال هل البخور عادة وثنية أم نسيحية البخور أمر به الرب في العهد الخديم وموجود تركيبه وأهميته في سفر الخروج الصح 30 وفي خينة الاجتماع كان فيه مذبح اسمه مذبح البخور كل ده بالترتيب إلهي في العهد القديم وكان البخور فيه ارتفاعه إلى فوق يعطي معنى في صعوب الصلوات إلى فوق وكثير بيقولوا أن البخور يرمز إلى الصلوات القديسين وموجود أيضا في العهد كثير في سفر الرؤية الصح 8 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة